بأن سنة 656 هجرية مع الاجتياح الهمجي لبغداد ولا أقول المغولي بالمناسبة وإن شئتم لماذا سأشرح ذلك إنما الاجتياح الهمجي لبغداد في سنة 656 خلف على أقل التقديرات 800 ألف قتيل وعلى أعلاها مليونين قتيل واختفت بغداد عاصمة الدنيا من خريطة الإنسانية لزمن طويل تالي لكنها عادت كان اختفاؤها مرهونا بتدمير الكتب وكنا ونحن صغار يخدعوننا ببعض المعلومات فيقولون أن هولاكو أحد مجرم التاريخ وضع الكتب في نهر دجلة كي تعبر عليها الخيول هذا تصور صبياني سازج جدا الكتب القديمة أو ما نسميه اليوم المخطوطات كما يعرف أي مشتغل بالتراث العربي لا يوجد ما هو أخطر عليها من الماء يعني النار التي تحرق الكتب خطرها أقل من الماء وقد رأيت مخطوطات قديمة تعرضت لحرائق وأخرى لمستها مياه أو رتوبة عالية الماء يجعل الصفحات تلتصق ببعضها البعض لأن الحبر الذي كان يستعمل وأغلبه في زمن المجد يعني العربي الإسلامي كان حبرا نباتيا وليس حديديا كان يؤدي إلى التصاق الأوراق مباشرة وبالتالي مسألة إلقاء الكتب في نهر دجلة ليس كي تمر عليها الخيول كان بإمكاني أن يلقي أي شيء إنما هو كان الطمس للروح فهذا الشارع هو علامة الروح الذي يكتب لا يموت والذي يقرأ لا يندثر عندما استعادت رويدا بغداد بعد زمن طويل وعادت إلى الوجود وتعرضت لصراعات عنيفة كانت تجري بين السفاحين من الصفويين والعثمانيين بدعاوى كثيرة نصرة المذهب وكله كذب يتم به خداع العوام ليموتوا من أجل أشخاص لا يموتون وكما قال الشعر ومصادفة صارت الأرض أرضا مقدسة لأن ألوفا من الجند ماتت هناك دفاعا عن القائدين الذين يقولان هيا وينتظران الغنائم في خيمتين حريريتين من الجهتين يموت الجنود مرارا ولا يعلمون إلى الآن من كان منتصرا إلى آخر آه بالمناسبة محمود درويش الشهر الجاي في طرابلس معقل السنة في لبناء الكرسي انخفض بدون مؤامرات الله يخليكي سألقي محاضرة عن قصتي مع قصائد محمود درويش ومعه إنما نعود إلى ما نحن بصدده من أن هذا الشارع هو شهادة بقاء لهذه المدينة وهذا الكيان الملحق بها الكيان الذي امتد حينا من خوارزم إلى آخر الدنيا وتقلص حينا لكنه لم يختفي تماما إلا في عامين حزينين أحدهم الهجري 656 والآخر ميلادي 1991 وأنا لا أذكر لأنني نشأت نشأة صعيدية فكانوا يقولون لي في زمن الطفولة أن الرجال لا يبكون كان هذا خطأ أمام زوجته لكنني لم أملك دموعي لأنني أعرف أو كنت أعرف ما الذي سيجري في المتحف العراقي وفي مكتبة صدام التي هي التي هي الأصل المخطوط الذي نشرته منه أكبر أعمالي أو أكبرها حجما كتاب الشامل في الصناعة الطبية حسب ما ذكرت لهم أمس في عربيل ابن النفيس الذي كان يعيش في مصر وكان رئيس أطباء مصر يعني مثل وزير الصحة وابن فضل الله العمري رأى مجموعة الشامل في الصناعة الطبية بخطه في القاهرة فقدت وبعد سنوات خمس من البحث وجدت في مصر كلها جزئين وفي ستانفورد خمس أجزاء في أمريكا وفي برلين جزئين أما الثلاثين جزئا التي نشرتها فكانت هنا في بغداد بغداد التي كانت قد استعادت ذاتها بعد سنة ستمائة ستة وخمسين لأنه ابن النفيس توفي سنة ستمائة سبعة وثمانين ما الذي أولا لماذا أقول أنه الغزو الإجرامي وليس المغولي لأن الوقت الذي دخل فيه غلاكو بسبب مشكلة شخصية عنده كان بركة خان ابن عمه وزعيم القبيلة الذهبية يحذره من دخول بغداد ويتوعده وقد نشر الدكتور السيد البازي العريني في كتابه المغول نص الرسالة التي أرسل بها بركة خان المغولي المسلم لابن عمه هلاكو يحذره من اقتحام بغداد فلما لم يمتثل أمره قطع عليه طريق الإمدادات وهزمه هناك الطرد ولذلك لم يكمل هلاكو مسيرته التوسعية لماذا أشير إلى ذلك لأن فيه دلالة على أن الهمجية هي نزعة إنسانية لا ترتبط بجماعة معينة كنا نراقب بعين الحصرة والألم ما تفعله داعش في سوريا وفي العراق وكل ما رأيت فعلا من هذا وجدت ما يقابله قبل ألف ومائة عام أو مائتين على يد القرامطة نفس الشيء وكل ما رأيناه من التهاويل الهليودية عن طرق الإغراق هذا ليس شيئا وكتبت وكتبت ذلك أيامها هو يريد أن يوقع الرعب في قلوب الآخرين فكتبت لهم في أكثر الجراد المصرية انتشارا أن النساء في مصر في التسعينات عندما نقمنا على أزواجهم قمنا بتقطيعهم ووضعهم في أكياس الزبالة فهم بالتالي أشدوا شراسة منكم وهذا الذي تفعله عمل لولا أنه يزهق الأرواح لصار عملا كوميديا أصلا أما الشراسة فقد رأيناها في ذبح القرامطة لكل من كانوا على جبل عرفات في مصاب الحج أطفالا ورجالا ونساء كل من كان حتى أننا ليس لدينا تقديرات للأعداد ثم اقتلعوا الحجر الأسود وبقية القصة معروفة إذن من هلاكو الذي يغرق الكتب أو يجعل الماء يعني يصل إلى الكتب إلى القرامطة الذين كانوا بالمناسبة قبل من تيمية بقرون لأن بعض الموهومين يظنون أن هذا الرجل هو المسؤول عن فكر داعش وطالبان هذا غير صحيح هذا الفكر موجود الهمجية نزعة كامنة في النفس الإنسانية فإذا وجدت من ينصطها وإذا وجدت الظرف الملائم تنفست وأثمرت واشتجرت وكبرت فإذا ذاق هذا المجرم المختل الدم صار كالذئب لا والله الزئب أفضل الزئب لا يفترس إلا ليأكل أما هؤلاء فيفترسون بدفع المرض النفسي وليس بدفع سد الجوع أو الحاجة إلى الطعام فكانت فكانت الواقع الأولى 656 فارقة في تاريخ الطراث العربي كيف يمكنكم وأغلبكم من المثقفين أن تستحضروا في أذهانكم أسماء العلماء والمفكرين والكتاب والشعراء قبل سنة 656 ستجد أغلبهم يمكن 90% منهم ارتبط ببغداد صوفية من أمثال الإمام عبدالقادر الجيلاني وفقهاء من أمثال أبو حامد الغزالي يعني في تاريخ بغداد طبعا الكثير من أو مش الكثير مالة حصرة له من أسماء الأعلام في كل الفنون طيب أين كانت مصر كان انتاجها نحيلا جدا رسائل صغيرة متبادلة مثلا بين ابن بطلان وابن المطران ابن المطران كان هنا في بغداد وكان رئيس أطباء وابن بطلان في مصر فكانت رسل في موضوعات لطيفة لكنها تقدم معلومات يا شباب النبي ما تشتتون اللي وراء خليكم معنا عن أيهما أحره غذاء الدجاج أم الفروج يبدو المبحث يعني هزليا لكنه يتطرق إلى موضوعات علمية وكيفية الهضم والامتصال إلى آخرين إنما إنما هي رسائل أو تجد شروح على الفقه الشافعي في شكله المصري على يد فقهه مثلا ليس ابن سعد مساء إنما لاس لهم مدونة واستمر الحال على هذا النحو حتى وقعت الواقعة وسقطت بغداد على يد المجرم وكأنما الزمان قد ضغط زرا فظهر فجأة في مصر استجابة لحالة الفرار علاء الدين بن النفيس ما يقرب من سبعين كتابا منهم الشامل في الصناعة الطبية الذي وضع مسوداته بحيث يقع فيه ثلاثمائة جزء بيض منها وقد بلغ الثمانين من عمره ثمانين جزءا ثم جلال الدين السيوتي ثم المقريز ثم الوطوات ثم ما لا حصر لهم من مؤلفين ابن فضلال العمري موسوعات ضخمة جدا لم يكن هذا هو دايدا المصريين وانما عندما تسقط بغداد لابد لمصر ان تلبي نداء الانقاذ وعندما تتوجع بغداد والعراق يتألم مصر والمصريون اذكر وهذا كان رأي العين عندما وقعت الواقعة الفاجعة الاخرى 1991 كان كان شاعر مصري اسمه محمد عفيفي مطر شاعر جيد قال في اتليا القاهرة لا بد ان ندعم صدام حسين فقال له احدهم هو مستبد وديكتاتور قال اني مستعد ان اقبل قدم هذا الديكتاتور من اجل المحافظة على العراق ولم يكن هذا هو الموقف الرسمي وقد اعتقل يعني ايام عددات بسبب هذا القول وبعدها عتبته في قوله هذا كيف تقبل قدم ديكتاتور قال العراق اهم اهم من ماذا اهم من اللحظة التي نحن فيها طبعا في 91 كنت صغير السن يعني نسبيا فمن هؤلاء يعني تعلمنا ومن دار الكتاب العراقي في منطقة نقول عليها في العمية المصرية وسط البلد قريبة من مدان التحرير كنا نشتري الكتب رخيصة يعني وننظم الزهاب من الاسكندرياء الى القاهرة وكل شخص يجمع من زملائه مبالغ طبعا عشرة جنيهات او شيء ليشتري بهم كتبا كتبا في المطلق من دار الكتاب العراقي فمجيئي الى شارع المتنبي لانني اريد ان اطمئن على العراق فمدام الناس هنا والناس تقرأ حتى لو كانت الكتب مزورة مش مهم مش مهم معلش طبعا الكتاب الاصلي افضل في التبتين يعني وفي الشكل انما دعهم يقرؤون وعندما ارى هذا لمعاني المحبة في عين الشباب العراق في اربيل وهنا اجد ان هناك املا ان الغمة ستنكشف عن جميع الامة بالضبط كما فعل المقريزي عندما اجتاح مصر الوباء سنة 802 هجرية حتى ابنته ماتت في هذا لم يستسلم الحزن انما كتب لنا كشف الغمة عن جميع الامة وقال ما ملخصه اننا لا يجب ان ننصدم من شدة وعصر وعنت الواقع فنتصور ان هذا هو المدل الابعد لا هناك ما هو اشد لكننا اذا نعاين الحالة نتصور او نتوهم انها حالة يعني قصوى ولكن هذا البلد العظيم مر بما هو اشد وعبر منه وهذا البلد اعرف ما يعانيه من بقايا الخبل المذهبي ومن فداحة الفساد الاذاري والسياسي ولكن مدامة العلة قد تحددت فتعيين المرض هو اول طرق العلاج يعني هذه مقدمة مجزة افتح بها شهيتكم للكلام لاني اريد ان اسمعكم وان اتحاور معكم ومعبرا لكم طبعا عن سعادتي بكم بلا مجملة والله فعلا انا سعيد بان اجد هذه المراحل العمرية وهذا الشغف الدال على ان هذه الامة لم تموت ولا اظنها تموت فنتفضل بقى بالحوار وقرئيس القلب ستولى شكرا جزيلا ساد يوسف دخن الساد يوسف اشار الى الكتب المزورة قبل 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 ان نبدأ قبل ان نبدأ كنا نجلس في الخلف احدهم او احدهن جاء بنسخة من عزازين رواية عزازين من اجل التوقيع الساد وقحها ولكن ما هذه طبعة هذه غريبة جدا طبعا انا طبعة مزورة لا وفي عربيل وجدت كتاب اللهوت العربي مترجمة للكردية ولا اعلم فوضعت من عدة ايام يعني سورة الغلاف فذكرني احد الاخوة ما عرفوش كشخص يعني قال لي ما عزازين كمان ما احنا انا ترجمتها زمان كده مع نفس طبعا اذا شيء شيء مؤسف لي انا هسرخ لجهد لجهد الكاتف لا 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 انا فيما يخصني يعني متسامح تماما خدوا كل الكتب وصوروها والله لو املك لأعمل طبعات مخصوصة هنا يعني بسعر تكلفتها اه والله لانه لانه سيدي الفاضل انا يعني انا اذ كتبت ليقرأ الناس طب اه الناشر مش عارف يسدد حقوقا والى اخره هذا لمتطلبات الحياة انما الغرض الاساسي يعني افلاطون لم يضع المحاورات لان نظر الشجوع ستدفع له لا هو كتب وقال افلاطون بالمناسبة ان الحبور السجور يعني الداخلي الذي يتملك نفس الكاتب هو المقابل الحقيقي سامح شكرا على هذه السماحة العالية جدا راقية الاستاذ بيسأل سؤال مهم بيقول انتو طبعا تفهموا الكلام العام المصري ها يعني لا هنتكلم بالفصح هو يقول او قال في الماضي الماضي بنيان اللغة العربية كله مضاوي يعني از ترد اي لفظة عربية الى اصلها يأتي هذا الاصل الجذر على صيغة الفعل الماضي يعني تريد انجليش هي قاراء تنو عالماء وهذا خطر لا بد ان ننتبه اليه جميعا الماضوية وسؤاله كان يتصل على نحو ما بالماضوية وقد جاءه المايكروفون فيستطيع ان يلقي هو بسؤاله سوف اجيب عليه العبدالكتور سؤالي متى تنتهي متى ينتهي تقديس الشخصيات التاريخية الدموية ينتهي ذلك عندما يتحرك الذهن حركة صحيحة رشيدة منطقية ويكف عن استقبال الخداع الذي يتم به حشو الناس وهم صغار عبر الميديا وعبر المقارات الدراسية المغلوطة التي تصنع ابطالا من الذي جعل لنا كيانا في الإنسانية البيروني ابن سينة زرياب ابن واس هذا الفلتان المتنبي هذا البليغ السماوي اللغة هؤلاء ابن النفيس ابن رجد حتى أبو بكر محمد ابن زكريا الغازي وليس محمود ابن سبكتكين ولا السلاقيقة ولا هؤلاء السفاحين ولن أنزلق إلى الجزء الذي يضم في أزعر لأن آخر دكتور وعلى فكرة أنا لم أبتدع يعني أعمال كثيرة جدا أول رواية في الأدب الإسباني وأشهر واحدة من أشهر رواية في العالم دونكي شوت أو دونكي خوتة سيربانتس بدأها بأنه كان في مسجد للجماعة المسلمين اللي خرجوا من الأندلس يعني فوجد أوراقا تحكي وقص القصة جمال الغطاني عمل كده في الزيني بركات والأسماء هنا هنا لمن يهتمون بالكتابة نعم يعني نستور هنا هنا الأمر نعم يا شباب يا شباب في واحدة ست بتتكلم أنا سمع صوتها من وراء حجاب الكتابة التاريخية شديدة الخطر بالنسبة للكاتب لأنه يتحرك في فراغات سكت عنها التاريخ فسمح للمؤلف الروائي أن يتحرك بشرط أن لا يخدش الوقائع الفعلية يعني الرهب هي بخيال نستور حقيقي الرهب هي بخيال نستور شخصية حقيقية يتفاعل لا يصح أبدا عندي في مذهب أن نجعل نستور ينطق بشيء هو لم ينطق به فعلا في التاريخ أكتافيا هذه المرأة الشهية المتوهجة المتفجرة بالأنوثة خيال هباتية هذه الجوهرة المنيرة في تاريخ الإنسانية حقيقة تاريخية يجتمع في الرواية يكون الشرط أن لا ننطق الشخصية الفعلية بشيء لم تقل أن لا نحرك واقعة وقعت في زمن مخصوص أن لا نغير حقيقة تاريخية لصالح الفنتازيا أو التأليف الرواية ولهذا ينصرف معظم الكتاب عن تأليف الرواية التاريخية وتقريبا لا يوجد في الأدب العربي قصص قصيرة تاريخية لصعوبة هذا المسلك لأنه من السهل جدا السقوط يعني لو أنطقت شخصا بشيء لم يقله في كتبه مثلا ولو كانت مخطوطة هذا كفيل بهدن البنيان الرواية ولذلك تحتاج الأعمال التي من نوع عزازيل والنبط والرواية التي ستصدر الأسبوع القادم عن ابن سينة عنوانها فردقان هذا النوع من الكتابة طبعا كان في فردقان أصحب بكثير من عزازيل لأنه هذا هو ابن سينة الذي كتب وحكى وحكي عنه فأين مساحة الحركة مساحة الحركة في الفراغات التي صمت عنها النص التاريخي شكرا جزيلا من فضلك بعد أنكشفت بعد أنكشفت حضرتك عن كثير من زيف الشخصيات التاريخية والأسطورية واللي أضيفلها واللي أخذ منها ردود الأفعال لدى الوسط المثقف برأيك شنو كانت عليك تحديدا شكرا لا لا الوسط المثقف ردود أفعاله مرضية جدا بالنسبة لي وجيدة جدا هي الخطورة من ردود الأفعال الآتية من الوسط غير المثقف شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا سأبوح لك بسر أنا بقيت يمكن عشرين سنة أشتغل فقط في قلب المعرفة في التراث العربي في النصوص المخطوطة في التصوح في تاريخ العلوم على اعتبار أن هذا هو الثقف الأعلى للثقفة العربية وهذا هو الإسهام الحقيقي ولكن من بعد سنة ألفين حوالي ثمانتشر سنة اكتشفت أن الطبقات الجاهلة هي سلاح موجه منا إلينا وإهمالنا لهذه الجماعة المتعصبين دينيا الجاهلة الذين كانوا يسمون أيام الثورة المصري الأخيرة المواطنين الشرفاء الجمهور غير الواعي هذه أدوات قمعة للفكر فمن ربما لأن مكتبت سكندرينا بهتني للمسألة دي فمن يومها بدأت أكتب الأدب وأكثرت من اللقاءات الثقافية والصالونات الشهرية ولولا طبعا الحالة في مصر التي اضطرتني من سنتين لوقفها لأن كان الحضور يكون غفير جدا وتسد الشوارع فعلا فوجدت أن الحكومة لأسبب يعني منعت الجمهور من المباريات فرأيت أن الأولى يعني مع كلنا نفسنا أن بلادنا تبقى كويسة فقلت طيب نعمل الجلسات دي زي ما بعض المتابعين يعني بيشوف بعملها في البيت عندي في القارة أو في اسكندريا بحطها على اليوتيوب وبالتالي تبقى الفكرة وصلت بدلا من الاحتكاك المباشر وهو أيضا احتكاك مباشر الغرض من نوعين أن ترتقي العقلية العامة معا لأنه إن كان خمسة بالمئة من العراقيين يقرؤون ويدرسون ويعملون أذهانهم في الأخبار وتسعين بالمئة على الجهة الأخرى فلن نصل لشيء علينا أن نزيد من هذه المساعة أنا نفسي أتعرض لأشياء كتير يعني من التهديدات إلى القضايا إلى الشكاوى القانونية وهذا منهك ولكن في مقابل أن أحدث هذه الدفعات أو هذه اللسعات للعقلية العامة لتستفيق لأن كفانا تخلفا إحنا صرنا أضحكة العالم يا أخي يعني وبعدين الغريب أن تجد بعض المتصدرين العام يقول لك مثل مسألة الكرسي كده المؤامرة الصهيونية المسونية يا أخي مؤامرة إذا أنت مش محتاج أي جهد هو بس يسيبك كده وأنت تنحدر فهنا يأتي دور الثقافة دور شبيه بدور سيزيف الذي يرفع السخرة بس إن شاء الله تبلغ القمة يعني إذا قلنا هذا سيخرج واحد من كفار قريش ويقول صبق ورب الكعبة وندخل فيه متاهة ثم إن النفس لا النفس عند الفلسفة الروح في الديانات لا مادية لا مادية وابن سينا تحدث كثيرا في هذا الأمر وقدم أدلة عديدة قال مثلا إذا كان النفس كالجسم مادية لكانت تنقص بنقصانه فلو فقد شخص أطرافه وهي نصف جسمه يكون قد فقد نصف نفسه وهذا غير صحيح ثم إن الجسم يعني يتغير قد يسمن فيبلغ يعني قدر يبقى 150 كيلو مثلا أو يعني يمارس حمية غذائية فيصبح 60 كيلو هل نفسه بتزيد بهذا المقدار لا يبقى الشاهد من ذلك بالإضافة طبعا إلى البرهان البديع الذي قدمه ابن سينا ثم الغذالي بعد ذلك وأخذه ديكارد ويسمى استلاحا برهان برهان الرجل المعلق في الفراغ وهو يدل على قوة الخيال الفلسفي عند العرب والمسلمين السؤال كيف تجد الخطاب الثقافي الآن بموازات خطابات العالمة من كل حجب وصوب ومن كل اتجاه سافل في النفس الإنسانية وطالب للتحرر للعقل الإنساني من كافة القيود وشكرا جزيلا أراها ناشطة جدا ومبشرة على عكس ما يظن كثيرون لأنه يا سيد الفاضل من بعد ما أسكت طه حسين وهجمت الأفكار النفطية الملتحفة بالهجمة النفطية اللي جات من الخليج السعودي من السعودية تحديدا الوهابية تحديدا كانت أشرص مما تتصور أنتم هنا في العراق لم تشعروا بها لا أسباب أولا لأن العراق بلد نفطي ثانيا لأن صدام حسين كان الذي نعرفه أما البلاد التي مثل سوريا ومصر والمغرب فقد كانت واقعة تحت طحن شديد للذهنية العامة وانتشار للجماعات الإسلامية الإجرامية المسمى زورا وسزاجة جماعات دينية لا علاقة للدين بالأمر الأمر له علاقة بالعقد النفسية بعدم التحقق بالإجرام والهمجية الكامنة في النفس الإنسانية إنما تقول للدين لا معلش يعني حمدون قرمط مش أكتر إسلامية من ابن سينة ولا من المتنبي ولا حتى من أبو العلاق وبالتالي فكفانا خداعا للبسطاء من الناس الذي حدث أن هذا الفعل العنيف الممول الذي أقلع عنه في الشهور الأخيرة بالمناسبة يعني بعدما جرت الويلات وتمت ولا تزال تجري بعض التفجيرات والأشياء دي هم تراجعوا عن ذلك وقال الرجل صراحة أنها كانت توجيهات بريطانية محمد بن سلمان قال هذا في حوار في نيوزويك أو حاجة يعني مجلة أمريكية مش فجر فكان من الطبيعي أن يحدث هذا الفعل العنيف رد فعل يظهر في حركات فكرية متنوعة الإيقاعات كان منها سيد القمني وكان منها بقية من ذكرتهم فهذه ظاهرة لا أقول صحية ولكن أقول متوقعة وأرجو أن يكون الناتج منها ليس مزيدا من قتل المفكرين ولا النيل منهم بالقضاء إنما يكون الناتج هو تحريك الذهنية العامة التي رسخت في القاع لزمن طويل بحجة أن هذا مراد الله عاصر فموجود بعض الكلمات متغيرة تغيير كامل يعني مثلا إذا تحبطك عارف والله من غير ما تقلع من غير ما عطرة فأكثر من كلمة تتغير معنى الجملة كاملة نعم فرؤية سيادتك وهذا الموضوع والله هم مش قرأتين هي أكثر من قرأة هم عند السنة في مذاب السنة بس سبع قراءات وقيل عشر قراءات والقراءات متعددة جدا ولست المشكلة في القراءات المشكلة في الضبط وسأشير إلى شيء ولن أفصله الذي عمل لضبط المصحف الذي بين أيدينا الآن هو الرجل الذي هدم الكعبة وضربها بالمنجنيق وقال يا أهل العراق والشخاق وأنه إلى آخر هذه القصة الحجاج ابن يوسف السقفي ولن أزيد حقفا على ذلك تحياتي أنا ما عهدتك مجامل يعني مجانة الجامل بس ما عرف يعني وقفت يعني مفردة لما يقول هاي جماعات هي مو إسلامية ولا دينية اللي بل لكنهم مجموعة قتلى وسفاحين هذه المجموعات ارتكزت بالقتل والسفاحين وسكت الدماء كلها ارتكزت على موروث ديني وهذه هسا العصابات أي دين الدين الإسلامي وجماعات محب الألام اللي قطعوا في الإسكندرية الأسقف بروتوريوس ما كانش الإسلام نزل ما يخايف هذا المرتكزين على جماعات دينية يعني لذلك نلقى المجرم الديني والسير المجرم الديني هو أكثر قتل من المجرم اللا ديني لا خلاف لا خلاف لكن هسا إنما هو ليس مرتبطا بالضرورة لا بدين ولا بمذهب داخل دين هو يكتس ونقشت ده بالتفصيل في كتاب اللاهوت العربي إنه هو بيبحث عن راية يقاتل تحتها فإن وجد حجة أن هذا مراد الله وهو نائب الله في الأرض فيبلغ بالسفك مداء طيب لازم نلغي يعني الموروث الديني كله ونلغي الفتاة كل الأطراف ما أنا قلتلك من شوية إنه أبو بكر البغدادي ليس أكثر إسلاما من ابن سيناء وحمدون قرمط ليس أكثر إسلاما من البيروني ما ده مسلم وده مسلم يبقى فين الموضوع الموضوع في طريقة التفكير في طريقة الاستدلال في المنتج النهائي منه في النزوع للقتل في التحجج بالخلافة هذه الخرافة العجيبة يعني أنا مش عارفة بلاد تسمي الحاكم شاه بلاد تسميه سلطان بلاد تسميه امبراطور في مراحل تاريخية يعني وبلاد في مراحل تاريخية تسميه الخليفة فايه احياء الخلافة يعني أنا مش فاهم والكذبة الاخرى تطبيق الشريعة طيب اي شريعة ما الشريعة دي احكام والاحكام لا تتعلق باصول الفقه ولا اصول الدين انما تتعلق بالفروع فروع المذهب ف مثلا العراق فيما اعلم شافعية واحناف ايهما يعني ما تطبق الشريعة تطبق ايه فيهم مصر مذهبها الرسمي حنفي والتطبيقات كلها شافعية طيب والمدونات القانونية دي هتروح فين يبقى انت تترك نظام اجتماعي وعقلاني ومتحدر تم سيارته عبر جهود اجيال من القانونيين الفقهاء القانون وضعوا لك تفاصيل لقانون المرور وقانون الاحوال الشخصية والجنايات والجنح وتزيح ذلك يعني بظهر يدك املا في تطبيق الشريعة دون ما ان تخبرنا عن اي شريعة يعني يا اخي الشيعة لهم احكام والسنة لهم احكام والمالكية لهم احكام والشافعية لهم احكام فاي اي احكام منها انما لانه كاذب هو لا يناقش ان قلت له هذا يقتلك ويستريح فهذا خداع لا علاقة له بدين ولا بمزن اكثر من مرة بمعرض حديثك تذكر الدكتور طه عسين المرحوم وتصفه ايضا بالعظيم وحقا انا شخصيا ايضا اصفه بالعظيم لكن يعني بعدة احاديث او بعض منها ذكرت انه تم ايقافه او تم عزله ليس بالكلمة حرف الكلمة يعني لكن يعني ما انا اعرف متى بالضبط تم ايقاف هذا لا الرجل عايش حياته يعني منغصا عليه بتحقيقات في النيابة وبمظاهرات للمتعصبين ويسقط الوزير الاعمى ومضايقات من لا يعني هو عانى معاناة يعني طويلة جدا يعرفها الصغير والكبير يعني ومن صاروا على نهجه من محاولة ارساء المنطق والعقل والنقدية وتطوير الفكر عانوا ايضا يعني كل بحسب يعني نصيبه من هذا العنت والتضييق وبعضهم سجن وبعضهم قتل يا اخي نجيب محفوظ انا عرفت نجيب محفوظ دا كان اديب نوبيل العظيم دا لما تعرفه بشكل شخصي كان زي طفل نفسه حتى ان ابني علاء وكان صغير عنده خمس او ست سنوات كانوا طول الجلسة يعدوا يتناقشوا مع بعض ويضحك لو استاذ نجيب هو هشع ييجي ولد حمار بغل ويطعنوا بسكينة في رقابته وهو الراجل فوق التمانين وليه يا ابني عملت كده لما مسكوا يقول لك قالوا لي عليه كافر طب ايه دا الولد دا ضحية ضحية لناس قاعدة من وراء سطار عملت حرك النزاعات التعصبية دي لتصب في مصالحها التي هي غالبا سياسية واقتصادية ومن يدفع التمن البلاد والعباد مشروعك الفكري او الثقافة والمعرفة قائم على ضبط المفرد باعتبار ان المفاهيم متسورة تقوم على المفرد هذا الموضوع جدا مهم دكتور يعني في عوالم الفلسفة ماذا نعني بالدقة المتناهية في ضبط اللفظ لكي ضبط ضبط دلالة المفردات احد القضايا الاساسية يعني التي اعمل بجهدي فيها منذ مطلع الالفية يعني نشرت كتاب كلمات ومقالات كثيرة في هذا العمر لانه يا اخي الفاضل اذا تحدثنا ونحن غير متفقين على معنى المفردة والكلمة ودلالتها نحن في مستشفى مجانين يعني لان زي ما لسه حالا بقول يجي واحد يقولك الخلافة يعني ايه الخلافة طيب الخليفة ابو بكر الصديق سمي خليفة لانه خلف النبي ثم خلف عمر ابابك فهو خليفة خليفة رسول ثم قالوا امير المؤمنين و اطلق على امراء المؤمنين عندما يعني جاءت دور على بعض المتهتكين من الامويين والعباسيين اطلق اجمالا خليفة المسلمين طيب في النص القرآني وهو الذي جعلكم خلائف وفي النص القرآني اسقال ربك اني جاعل في الارض وفي قراءة اخرى خليقة انما لو خدنا بالقراءة الاولى يعني هنا الخلافة خلافة الهية في الكون خلافة ربانية ولا خلافة النبي ولا لازم تضبط دلالة ومعنى المفردة لكي استطيع ان ابني معك فكرا رشيدا وواقعا افضل انما ان نترك المفردات هائمة في سماوات مفتوحة غير محددة الدلالة فلا تستطيع بالتالي في هذه الحالة لا تستطيع اللغة ان تبني بنيانا ذهنيا متماسكا ولهذا فاعادة قراءة الوقاعة التاريخية اعادة بناء المفاهيم والتصورات الكلية ضبط المفردات التواصل مع التراث باعتباره اداء الاستشراف المستقبل هذه هي ملامح المصار الذي ارتضيته الارتقاء باللغة يعني من حيث البلاغة اللغة ننصع لانه كلما انطمرت اللغة وعلى عباراتها عباراتها الغبار كلما دل ذلك على اعتام ذهني ولهذا ستجد في القرن الخامس الهجري لغة المتنبيه ليست بعيدة عن لغة ابن السينة والبيروني والذين يعني اقتربوا منه زمنا لانه عندما ينشط الزهن تنصع اللغة العلاقة بينهما تبادلية وبالتالي فاحد ملامح المصار الفكري عندي هو الاهتمام باللغة اهلا ده اليسار يسار مركسي اهلا وسهلا سبيق للقاهرة باستمرار اروح للقاهرة واهل القاهرة اخواني واصدقائي في حي سيدنا الحسين وحي الجمالية نبهوني على كتاب للدكتور طاعسين وهو بيدي اسمه من بعيد واشتريته من الهيئة العامة للكتاب هذا الكتاب يفصل على ديكارت يقول ان ديكارت التأثر برجل يهودي هورندي اصبح مسلم متأثرا بكتاب الطواسيل للشيخ العلاج ولذلك الدكتور طاعسين اكتشف هذا الكتاب عن صديق الفرنسي اكيد عندك علمية كلها القاهرة ينبهون على هذا الكتاب يا سيد عندما خرج المتعصبين دينيا اللي هم اباء الاخوان المسلمين وقالوا لطه حسين انك تجذب على ديكارت ديكارت لم يقل هذا الكلام الذي تقوله فهازلا وساخرا منهم كتب هذه المقالات وظل يحكي ان ديكارت رجل ولد في جزيرة في نائية ثم حملته العنقاء ده سخرية يعني هو انت المشايخ المعممين دول انتوا بتقروا فرنسيا ولا كان ديكارت ترجم ساعتها واحد منهم افته بان انت كذاب لانه ديكارت لم يقل ذلك ديكارت كان رجلا طيبا وكان من اهل الله فقال له لا ديكارت ده صاحب كرامات كمان اه وكتب هذا الكلام على سبيل الهزل والسخرية مرحبا استاذ ولكن ولكن هناك جانب اخر ديكارت بالفعل تأثر يعني كل من درس الفلسفة يعرف ان هناك تشابها في كتاب المديتيشنز او التأملات الديكارتية التأملات يعني لديكارت مثلا برهان الرجل المعلق في الفضاء الذي ذكرته قبل قليل موجود عندي ديكارت وكل من كتب عن حياة ديكارت قالوا انه كان يذهب الى المكتبات القديمة في هولندا وفي فرنسا ويستعين بمترجمين عرب ليقرأ المخطوطات العربية وهناك تشابها كبيرا بين بعض اقواله وبين ما قاله الغزالي وحتى البنيان العام لكتاب التأملات لديكارت يتشابه بشكل كبير مع كتاب الغزالي المنقذ من الضلال والمفسح عن الاحوال من حيث السعي الى ادراك الحقيقة ولكن الغزالي كان اكثر صدقا وكان ديكارت اكثر مسرحية فبالتالي هناك يعني جانب جاد وهناك جانب هزلي في المسألة فلا ينبغي ان نخلط بينهما سؤال سي الدكتور نعم نعم ما هو الملخص عليه يا رحمة يا ناس والنبي انسوا كل حاجة دلوقتي انسوا مذهبنا وانسوا الديانات لمدة دقيقة بس وقعة الاسراء التي يقول حقبها المعراج طبعا ما فيش حاجة في اللغة اسمها معراج اسمه عروج انها ما ماشي وقعت في اي زمن في الزمن المكي السابق على الهجرة طيب المسجد الاقصى من بناه بناء عبد الملك ابن المروان سنة سبعين هجرية طيب يعني ما كانش موجود يبقى ازاي راح له يعني ايه فين المنطق ما كانش موجود كان فيه كنيسة القيامة في مدينة إيلية ولا كان كلمة القدس دي استعملت وانا مش بقول كده مجاملة لليهود انا بعاني مع اليهود معاناة يعني اللي هما بيعودوا يهجموني دول ويقولولي اليهود وانت بتجامل عشان نوبيل ايه وزفت ايه ما انا شفت نوبيل عملت ايه في الاستاذ نجيب حولته بدل ما كان شخص ضحوك وما راح الى شخص تعيس فهي مش مطلب كما يتوهم الواهمين واسرائيل لا تملك اصلا وإلا كانت ادت لقه ده بقى هيا وانا لن اجامل انا لما بقول بس ده في مصر مش في العراق يا جماعة ما تسبوش السياسيين والعسكريين والامنيين واللي واللي يتعاملوا مع اسرائيل والمثقفين لا لان ده خطر بيصبح التعامل اذا كان الثقافة هي عقل الامة فانت سايب بقى انتو ما عندكمش المشكلة دي هنا فبالتالي انا مش هتراحها هنا دي بتراحها في مصر انما فكرة ان انا بجامل يا اخي ده احنا كنا في صورة وطلعين في الشارع هنموت ليه علشان الرئيس عايز يورس ابنه وصعب التعلينا جدا المسألة دي لان دي جمهورية وهو حكم تلاتين سنة فطلعنا كل الناس الكتاب والشباب واسيبك من اي حد يقولك دي مؤامرات غربية يعني انا كنت في الشارع وفجأة طلعوا النجا ناس ملتحين انا مش عارف اتخلقوا امتى دول وفي الشوارع على القدس رايحين شهداء بالملايين قدس ايه يا جماعة احنا مكلمة عن الفساد السياسي وعلى توريس الحكم وعلى المستقبل الشباب اللي ضايع وعلى البطالة الاقصى الجريح القدس تنزف وراحوا محولين المسألة لمسألة دينها وهب عملونا حاجة معروفة بس اسمها جمعة قندهار وجاءنا بقى القرداوي والارضاوي والمش عارف الايه وقعدوا في مدان التحرير وكادت الامور كادت تنفلت وتضيع مصر وانقذت فانا مش عايز دي عيد تاني يا اخي القضية دي والقضية الفلسطينية طبعا قضية عادلة بس عادلة على مستوى ايه على مستوى العنصرية على مستوى التمييز العنصري مش على مستوى الاقصى الجريح والقدس الاسير انت بتضيع قضيتك كده لان العالم مش فهمك وبعدين لما يجي يبص في الكتب ده الجامع ده مبني سنة سبعين وانت بتقول لي انه قبل ما الاسلام يروح اصلا للهجرة راح له راح له ازادي انت عبيت بقى يعني اي حد يعني برا الصورة مش هايفها من احنا بنقوله ده فانا بقول لهم كيفيانة بقى لانه بقى انا خمسين سنة نقول الكلام ده وما وصلناش لحاجة لحررت شيء ولا وصلت رسالتك للعالم فكفية موت مجاني لمصلحة حكام بيحدف لي احنا نسميها بومبة وشعبه يعاني ولا واحد يطلع يهتف في الشرع عشان يجهد ثورة شعبية باسم على القدس راحل وكذبين شفنا حتى الرجل اللي حكم عندنا العبيد ده اسمه محمد مرشي وقف قدام الناس في العلن يقولك واليهود احفادوا القردة والخنازير طبعا الاسرائيليين ولدلزينا برضو مش سهلين راحوا نشرين له الخطاب اللي هو بعته لرئيس الوزراء الاسرائيلي اخي الحبيب ونور عيني وروح قلبي استاذ يوسف استاذ يوسف نعم يعني يمكن صار الصدر الاوسع بين القراءة العزازية بسبب صعوبة ايجاد ادوات بحثية تغطي تلك الحقبة تعتقد انه قرية ظالمة لمحمد كامل حسين سلسلة مهمة يجب ان تتبع او تحديدا تسبق قراءة قرية ظالمة وممكن تعطينا امثلة اخرى تسهل القارة والله يا ستي انا ما اريطاش ما اقدر شحكم اي نعم للأسف يعني لم اقرأ الجواهي هناك 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 جايين السلامة عبدالله طيب الله نعم اهلا بك عاصمة الرشيد تسلم انا اتابع يعني على اليوتيوب محاضراتك نعم انت ناقد جيد للإسلام يعني المراحل اللي يمر بها المسلمون لكن اليوم اراك تدافع عن الإسلام يا سيد الفاضل انا لا مع ولا ضد نعم انا مع الانسان وكل ما يؤدي الى الله طب ما هو عبدالقدر الجيلاني ده ده كان موضوع رسالتي للدكتوراه يا اخي وفقه حنبالي واكتابه في ايديناه الغنية لطالبي طريق الحق هاتلي سطر واحد فيه تعصب فيه ده لم يذكر المذهب حتى نعم صحيح فبالتالي عبدالقدر الجيلاني انا بعتبره رصيد حضاري بداخلي ابن سينة المتهم بانه شيعي اسماعيلي لم يكن شيعيا ولا اسماعيليا كان فيلسوفا وعالما ومفكرا وهو رصيد فيه المتنبي هذا الذي يدل اسمه على عدم متنبي هو رصيد من الأرصيدة التراثية العام ايه الشكل ده اسمحنا والله انا فكرت ان انا مدت وقحت الجنة وده يعطوف عليهم ولدان هو شكله كده عادي يعني ايه عادي شكرا وبتعمله كده بالفجان زي الخليج ده شكرا ده شواز غيرين اما كده زيدان استاذنا خلي نكمل السؤال انت انت وصفت هولاكو نعم انت وصفت هولاكو بالهمج لانه رموا الكتب في نهر دجلة نعم صحيح فماذا تسمي احراق مكتبة الاسكندرية ورمي الكتب ليشعال الحمامات لم تكن هناك مكتبة في الاسكندرية عندما جاء عمر بن العاف لا لا كان لا والله العزيز هتلي مصخف احلف لك عليه انه سنة هذا ان تاريخنا مزور سنة 391 اقتحم الرعاع المسيحيين المعبد واحرقوا المكتبة في الزمن المسيحي قبل الاسلام بمتين سنة ممكن نجمكم لو هيت ماكو مكان الحقيقة اعبر عن سعادتي هذا الجمهور الكبير انا فاضل ثامر ناقد ادبي الرئيس السابق لاتحاد الادباء وسبق لي وانكتبت عن رواية عزازيل دراسة نقدية ممكن اقدم عنها فكرة الان طبعا الاستاذ يوسف من الكتاب التنويريين القلائل في الوطن العربي يذكرنا بشجاعة نصر حامد ابو زيد وفرج فودة والكثير من المفكرين الذين حاولوا ان يعيدوا قراءة التاريخ والفلسفة ويزيلوا هذا الوهم الكبير الذي يعيش فيه العالم العربي والاسلامي في الان هو رجل مقاتل وارجو ان لا تكون نهايته مثل ناصر نصر حامد ابو زيد او فرج فودة ادعوكم الى ان تتابعوا على اليوتيوب الندوات الهائلة التي يقدمها التي تكشف هذا الافق هو رجل مثقف موسوعي بطريقة غريبة فهو طبعا مدير او امين اسم المخطوطات في مكتب الاسكندرية ويتذكرني هذا الشيء بقصة لاستيفان زفايج اسمها سجين مكتبة هريمة يقال ان شخص طلب منه ان يقضي سجنه في مكان معين فقال ضعوني في مكتبة وبقى قضي عمره الاستاذ يوسف زيدان هو هذا سجين المكتبة هو موسوعة متنقلة في الفلسفة والتاريخ واللغة والادب وفاجأنا بعمل رواي متميز هو عزازيل عام 2008 هذا العمل طبعا اثار ضجة وخلافات لكنه استطاع ان يحصل على جائزة البكر لعامين 2009 واثارت الرواية ضجة وردود افعال كبيرة حتى ان احد رجال الدين المطارنة في مصر يعني اثارت دنيا وكتب عنه اكثر من دراسة وهدد الى اخره لكنه بقي شجاعا ودافع عن ذلك وصدفة ذهبت الى القاهرة وزرت مكتب الشروق وانتقيت ثلاثة من كتبه الفكرية كنت اتصور انني معنيم فقط باجتهاداته في الرواية وخاصة في محال وفي النبط وفي عزازيل لكن هذا الفكر الهائل الحقيقة اللي وجدته في اللاهوت العربي وفي المتاهات وهذه تدلل على وعي كبير طبعا هو بسبب موضوعيته اكبركم انه تهم بالتشيع قيل انه لابد انه قد تشيع واصبح شيء انا اريد ان اقول شيء للاستاذ يوسف قل لهم جئت الى بغداد لم يحتفي بالمتشيعون لم اذهب الى النجف احتفى بالعلماريون والمتنويريون في بغداد وفي اربيد والله يا سيد الفاضل وكن على ثقة لحظة بس انا انتصاري للانسان بصرف النظر عن دين او مذهب او شيء يعني ما اذا ممكن ان شرفني ان اهديك هذا الكتاب اللي بيدراسة عنك صفحة 330 شكرا نعم شكرا يا سيد الفاضل شكرا محمد شكرا 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 اخيرا وليس اخيرا اخيرا تفضل السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم رأيكم انا اقرأ كتبك وشوف عدتها عندك مقاربة معينة للتصوف مقاربتك أصنفها تحت المجال الأكاديمي بمعنى أنت تدرس التاريخ تدرس الأحداث تدرس أدبهم وتحط النيان وتلخصها بطريقتك إلى الأفق الإنساني نفسه أنا أعنى بالفن الذي قدمه المتصوفة شعرا وموسيقى عند المولوية ورؤى علوية عند محي الدين ابن عربي الذي يقول بمنتهى الوضوح لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني وقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهباني إلى آخر الأبيات حيث يقول أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني هذا هو التصوف الذي أعرفه السؤال أنا السؤال تقدم منهج معرفي هو منهج نظرة الألفاظ هذا منهج معرفي يعني أنت تتأسس لمعرفة نفهم من خلالها المعلومة تأسس إطار فكري قرار دين معين جديد المتصوفة عندهم إطار معرفي تأويلي يعني ابن عربي بتفسير كبير لقرآن لما تقرأ تفسير صوت الكهف مثلا بي راح تجا فيه عند التأويل التأويل واضح جدا للسفين كتاب كتاب تفسير القرآن بالقطع وبعد دراسات طويلة ليس لمحي الدين ابن عربي إنما لكمال الدين القاشاني ونصب لابن عربي إنما أنت متصور كم المعرفة الفلسفية اللي عند محي الدين ابن عربي أنا شفت عند نصر حمد أبوزياد بكتاب التأويل طيب كم المعرفة الفلسفية عند شهابي الدين السهر وردي السهر وردي قرأت عن قرأت اللي كتب عنها ما قرأت لا لا كتبه موجودة متداولة ده أخذ له كتب في المنطق شوف التصوف والفلسفة له كتب في المنطق المنطق اسمه هياكل النور تقرأ مقدمة الكتاب يقول ما نصه يا قيوم أيدنا بالنور وحشرنا إلى النور واجعل منتهى مطالبنا رضا وأقصى مقاصدنا ما يعدنا لأن نلقى أسار الظلمات قيام بالباب ينتظرون الرحمة ويرجون الخير الخير دأبك اللهم والشر قضائك بارك في الذكر في الذكر وهو داخل يشرح كتاب في المنطق طيب السوفي الأندلسي العظيم ابن سبعين الذي أجابه على أسئلة عارف الكلام على المسائل السقلية عارفين أو أقول لكم عليه كان فيه إمبراطور اسمه فردرك التاني إمبراطور السقلية وده الملك الكامل ابن أخه إداله القدس تاني رجع هاله تاني سنة 628 الرجل ده كان غاوي ثقافة عربية وكان في بلاطه دايما شعراء فرح عامل مجموعة أسئلة في الفلسفة والمنطق وأرسلها إلى العرق والشام فمحدش جاوب عليها فأرسلها إلى الأندلس فأجاب عنها سوفي أندلسي عظيم جدا اسمه محمد ابن عبدالحق ابن سبعين والكتاب اسمه عنوانه الكلام على المسائل السقلية فبيقول الإمبراطور فيه بيقوله أنا بلغني يا شباب يا شباب فبيقوله في الكتاب أنا بلغني أنه الأسئلة دي أنت بعدتها لعلماءنا في المشرق وأن محدش جاوب عليها وطبعا اليوم حق لأن دي الأسئلة أسئلة تقال للأطفال في الكتتيب مش للعلماء أنت أخي بتسأل عن أرستو وما الجوهر وما طيب أنت متوقع إجابة أنا هقولك عليها رح رح أقول له الإجابة بحسب التراث الأرستي الفلسفي قال له بس الكلام ده ده اللي احنا بنقوله بس للولاد في الكتتيب علشان يعني يبدأ يتعلمه إنما الكلام على ما يجبه الرأي الصحيح وبدأ يعيد بناء المنطق بشكل تاني مش تأويلي فلسفي جدا نفس الشيء عمله كتير يعني مش شرط إنه الصوفي بقى في ناحية والفيلسوف في ناحية تانية بالعكس التصوف ده نزعة إنسانية قد تتجلى في الفن في الفلسفة في الأدب في الشعر طبعا في كتير وإلا جلال الدين الرومي ده ايه يعني وفريد دي العطار ده ايه يعني وهم صوفية وشعراء وصوفية وفلسفة صوفية وموسيقيين وهكذا التصوف هو سأف دائرة الوجود الإنساني الواعي عيدون بك دكتور في بغداد أهلا وسهلا بك فريحون بهذا اللقاء الجميل حقيقة عندي تعقيب وسؤالا نعم التعقيب حول سؤال السيدة التي سألتك عن نظرية التطور والنفس حقيقة هناك طبيب عراقي مقيم في بريطانيا مختص بعلم النفس التطوري نعم فيقول أنه النفس أيضا تطورت كما تطور الجسد أما السؤال السؤال الأول حول الدلالة نعم حضرتك أنا متابع لك وأعلم أن أن الجهد المبدول في تحديد الدلالة جهد مضمن جهد شاق لكن هناك مشكلة الدلالة أيضا تتطور طبعا حتى في العلوم نحن غير متفقين متفقين تماما على مفاهيم علمية بسيطة يعني كلمة الأدب المقارن مثلا لم تستقر حتى يعني 1960 أو ما بعد ذلك لو أكثر من هذا كلمة الأدب نفسها يعني يا قوت الحموي في معجم الأدباء تحدث عن علماء ومنطقيين ورياضيين واعتبرهم جميعا أدباء ونحن إذ نقول فلان باللغة تراثية فلان المؤدب يعني أنه معلم أبناء الأمراء مثلا أو الملو أنا لا يا أخي الفاضل أنا لاخ يعني مشكلة عندي في تطور الدلالة أنا المشكلة عندي في عدم إدراك التطور الدلالي لأنه عدم إدراكنا لتطور معنى الكلمة وهو ما يعرف في الإنجليزية أو لاو في الإنجليزية بحث مستقل من بحوث الفيلولوجي أو علم اللغة هو الإتمولوجي نبه إليه منذ ألف ومئة سنة ابن جني في كتابه الخصائص ولم يستكمل اللغويون العرب بحث هذه المسألة تطور دلالة الكلمة إلا فيما يتعلق بغريب القرآن وغريب الحديث إنما تم إهمال بقية بقية التجليات الدلالية في العلوم مثلا فأصبح إن سألت شخص دلوقتي إنه عنده حمة فلو سألته متى تبحر لن يفهمك ولو قلت له البحران يقولك من البحر نعم هي من البحر من أحوال البحر ولكن البحران هو الذي يسموه هو التحول الحد في الحميات المزمنة أو تسمى الكريزة كريز أنا بقول أو منطلقي إن نحن لا نستطيع تغيير الحقول الدلالية التي تطورت عبر مئة السنين ونحن أمة يعني طويلة العمر إنما لابد أن نكون واعين بهذا التطور لكي لا تنقطع عن تراثك لأنك لو انقطعت عن تراثك وانقطعت عن اللغة أصبحت كالرجل المعلق في الفضاء بس من ماركس إلى ستيفن هوكينج جدل الفلسفة والعلم هل قتل العلم الفلسفة وشكرا لا للعلم يقتل الفلسفة وللفلسفة تقتل العلم المعرفة وعاء لهذه الأشياء جميعا للإبداع حتى الفني مرحبا دكتور مرحبا دكتور يوسف أهلا بك في بغداد وإن شاء الله في كل المحافظات أنا عماد الشرع أتشرف أنني أستاذي عبر أونلاين سؤالي مختصر الآن هناك عودة للتصوف في العراق كيف تقرأه هل هو الهروب من التشدد الديني والإلحاد فيكون هذا الوسط وهل هناك فرصة بأن يكون تصوف حقيقي كما تدرسون من خلال المناهج والمعرفة أم هو فقط للحركات والأدواء مثل ما يحدث في تركيا على العكس من بلاد فارس شكرا للتصوف معنيان معنى فولكلوري شعبي متعلق بالاحتفالات والموالد وهذا لا علاقة له بالتصوف يعني لا الحلاج ولا عبدالقدر الجيلاني ولا يعني ابن عربي ولا السهرة وردي حضر مولدا ولا ولا شهد احتفالا هذا مفهوم فولكلوري لدى البسطاء عن التصوف التصوف يا سيد الفاضل هو الارتقاء بالوعي الانساني للتماس مع الجزء الاعلى من النفس الانسانية المنطقة المقابلة للقاع الذي فيه الهمجية الموجوثة من ازمنة ما قبل الحضارات التصوف هو الحضارة هو الابداع الفني هو الفلسفة العالية هو الرياضيات البحثة هذا هو التصوف فان يجد الناس في العراق او في غير العراق في مصر ايضا عزاء في التصوف هذه مسألة مرحلية ناتجة من انهيار البنيان الاتجاهات التعصبية وظهور زيفها للعامة فيريد ان يؤمن بشيء يريد ان يشعر بان العالم امن ولكنها في النهاية حالة مؤقتة ولن تطول سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم تكون اطلق عدها هذا التساؤل يعني شن الالية اللي اقدر اخلي فكر بتساؤل معين يقودة للوعي يقودة للمعرفة للإدرام وشكرة المنطق ويمكن ده ما تروح في روايتي القادمة ان ليه بنسينا يعني جزء كبير من كتبه اللي بقيت يعني لانه كتير منها فقد ليه جزء كبير منها في المنطق لان المنطق هو الطريق هو الذي يعمل على المحور المشترك بين البشر العقل وقوانين الفكر الاساسية والبديهيات التي تأسس عليها قوانين للبرهنة هذا هو المنطق الاستقراء والاستدلال هذا هو المنطق تقابل القضايا هذا هو المنطق بهذا الطريق تستطيع ان تصل الى شيء مشترك بينك وبين الاخرين وان اختلفوا عنك في المذهب وفي الدين وفي الثقافة لانكما تشتركان في السمة الانسانية الاساسية الجامعة وهي العقل والمنطق هو الاداة العقلية للتفكير عبدالوهاب حمادي اوضو اتحاد الودباء والكتاب في العراق اهلا وسهلا سؤالي هناك كاتب مصري اسمه توفيق الحكيم طبعا الف كتاب حماري قال لي نعم حماري قال لي توفيق الحكيم ايو ايو حمار الحكيم في كتابه عن الحمار نعم فما هو رأيك فيما ذهب اليه توفيق الحكيم في فلسطته في كتابه حماري قال لي وشكرا والله توفيق الحكيم ومن بعده هناك جمعية كانت في مصر اسمها جمعية الحمير يقولون انه تمت الاساءة الكبيرة للحمار ولكن الحمار هو اكثر الحيوانات تحملا وهو ليس غبيا كما يشاع هو يدرك لكنه لا يصغر انه يدرك وبالتالي فللحمار حكمة يعني يحاول هؤلاء ان يترسموا خطاها ثم ان الامر يعني لا يخرج بعد عن نطاق السخرية والفكر يعني توفيق الحكيم له كتابات كثيرة يعني يمكن ما تفضلت بالاشارة اليه هو اقلها شهرة انما عصفور من الشرق وبقيت اعماله هي اكثر شهرة وتدولا اما مسألة الحمير والحمار فهي كما يعني ذكرت لك انهم سيتحملون سوئات الواقع وسوف يحجبون ما يعرفون لان الاخرين لا يشتركوا معهم في هذه المعرفة فيكونوا كالحمار الذي ظلم عندما اتهم بالغباء السلام عليكم استاذ يوسف سلام احب ببلدك الثاني العراق انا حاب اسألك سؤال اطلب منك السؤال الاول الان بالعراق يعني منهم من الكتاب والمولفين حضرتك التابع وتقرأ وتحسهم عندهم الوعي والفكر اللي تمتلك حضرتك ويمتلك استاذ السيد اقرأ كل ما يقع تحت يدي في العراق تحدي يعني لا يعني حيثما كتب الكاتب بلغة انا لا اعرف عراقيا كان ام يعني نحن نقرأ اللغة فاضل ثامر قد يكون من سوريا السرد في الرواية هذه لغتي ولغة محمود درويش الفلسطيني ولغة ابن زيدون الاندلسي لا يعني مسألة الاقليمية دي ما في الكتابة ما استاذ حاب ينسمع شعر من عندك بما انت جلسة شوية جلسة العلمية فحاب ينسمع شعر من عندك إذا حسين عضو اتحاد المؤرخين العرب عضو اتحاد العام ودو الكتاب العراقيين مرحبا بك في رياض الثقافة العراقية عندي ثلاثة ملاحيظ أضعها أمام أنظار جنابك الكريم الملحظ الأول الأديب أقرب إلى الجمهور من المؤرخ تبدو خطورة الأديب عندما يحر في التأريخ لأنه مقبول من قبل الجمهور هذا التحريف كما أشرت قبل قليل مبعثه الأديولوجيا الدينية السياسية القومية أو العبثية أحياناً نحن نطمح إلى أن نصل إلى ما وصل إيهي الغرب مرحلة ما بعد الأديولوجيا لنتخلص من هذا التشويه الخطير النقطة الثانية أو الملحظ الثاني تكلبت عن نظرية المؤامرة لنتفق معك على أنه لا توجد مؤامرة أتدري نحن الآن خاضعون لحرب ناعمة سننزع فيها آخر قطعة ملابسنا سيتحول فيها العراق إلى فلسطين الثانية أبحث في هذا الموضوع جيدا وسترى خطورة ما أقول الملحظ الثالث أنك قلت أن النبي لم يصلي في المسجد الأقصى أو لا يوجد مسجد أقصى لم يكن يوجد لكن هل تستطيع أن تلغي الآية القرآنية سبحانه أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك نحوله شكرا جزيلا يا أخي في اللغة العربية أقصى على وزن أفعل يعني لا بد أن يكون هناك داني وأدنى وأوسط وقصي وأقصى هذه مواضع ثم أن الآية هذه هي الآية الأولى في صورة ما اسم الصورة لا ما اسم الاسراء والله هتلي مصخف عليك عليه أن في كل المخطط الأدي ما اسمها سورة إسرائيل ده لعب تلعب علينا ثم تقول الآيات سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الكبرى وآتينا موسى البينات وكل الآيات تتحدث عن إسرائيل واسماء صورة إسرائيل إنما اللعب طبعا أسماء الصور مش منزلة فلا بأس من تحويل ما صار التفكير عبر حركة يعني إحنا في مصر نقول حركة أرعى يعني فلا لازم ننتبه للأشياء دي بس يعني هو بالعقل إذا كان أكبر كنيسة اللي هيهدها بعد كده الحاكم بأمر الله وبعدين أخته ست الملك تعيد بناءها إنما في الوقت بتاع ظهور الإسلام كانت مدينة إيلية المسمى الأن القدس فيها كنيسة إنما كم الأحاديث بقى الهائل ده يقولك إيه وقال له كفار قريش اوصف لنا المسجد فوصف لهم النوافذ يا عمي ما كانش فيه مسجد بيوصف إيه المسجد ده معمول بعد سبعين سنة هو في إيه عشان كده قلت الأستاذ المنطق هو العاصم عن الزلل في التفكير هذا زلل في التفكير بس في سوريا من إيه مش من الكنيسة مش من الدين أنت بتعاني من المذهب هي دي مشكلتك فما تقوليش العلمانية وقال له كل المذهب هتقوم ضدك هيتحدوا ضدك أنت فهموا أنه أحكي لكم حكا هو التلفزيون بيصور أحكي لكم أحكي لكم حكاية كده بس يعني ما تاخدوهش بحساسية فيه اتنين صحابي صحابي يعني جيراني واحد اللي بيعمل للأكل في القارة طيب كده وجميل اسمه عالي تسوئي وصاحبه تاني محل بتاع أدوات كهربائية اسمه سيد الشاعر أنا جاي من اسكندرية من شهر كده فأول ما أغبت لقيت صوتهم عالي في حالة وبعدين هم الاتنين قالوا طب هوق الدكتور جاء هون اسأله قلت له يا جماعة فيه ايه بس قال لي بص يا دكتور ده عالي تسوئي يبقى بتسجل سيد الشاعر بيقول لي الشاعر المسلمين قلت له ما انت بتقول ايه يا علي قال لي لا دكتور معروف فيه مسلمين وفيه مسيحيين وفيه شيعة قلت له طيب بالراحة كده هو يعني ايه شيعة قال لي مش عارف قلت له طيب زمان من 1400 سنة وصلت خناقة وحرب بين علي بن ابي طالب قال لي حبيبي ومعاوية قال لي ابن وشتم هو معرفش مين معاوية بس هو ايه عشان ايه وبعدين استمرت الحكاية دي وبعدين جيل حسين قال لي حبيبي قلبي ده ده انا والله دكتور او الملاء نفسي متضايق كده اروح اقعد في ساحة سيدنا الحصين كده واهدى خالق قلت له طيب اللي انت بتقوله ده هو التشيع لعلي وبنيه قال لي ايه ده يعني انا شيعي قلت له ما هي معناها التشيع يعني مال لعلي قال لي طيب ما يبقى حلو قلت له طيب بتتخنق ليه مع سيد قال لي مش عارف يعني امال احنا في مصر ايه قلت له سنة قال لي ليه بقى قلت له عشان المسألة علي طلعت بره موضوع الميل اللي قالها البيت ايه لمزاهب بقى وتقال لي لا 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 مناش في الكلام ده انت مشكلتك الاساسية ايه في العراق وفي سوريا بالذات واليمن المزهبية وفي مصر على نحو مختلف في مصر بقى من السنة والشيعة لا في مصر اخوان وسلفيين عندك سياق اشكالي مختلف عن السياق الاشكالي الاوروبا في العصور الوسطى فعليك ان تبتكر حلا لواقعك مش ان تستورد حلولا جاهزا وتتراحى في الواقع فتزيد الامر التهابا بس هو ده السلام عليكم دكتور السلام وحضو الله وبركاته انا عندي سؤال واحد فقط نعم ما رأيك بوضع المرأة اليوم في المجتمعات العربية والاسلامية مزري خصوصا بعد الجدل لا مزري مزري لنا جميعا للرجال والنساء خد بالك الرجل از يعمل الرجل از يعمل على افقاد المرأة لانوثتها يفقد رجولته لان الانوثة والرجولة كلاهما يشكل مفهوم الانسان فاذا انت تمصت نصف هذا المفهوم ويمكن نصف الاغلب كمان فانت بتفقد مفهوم الانسانية ثم انه ليه يا اخي يعني من اعطاك هذا الحق الا زمن التخلف والافكار الصحراوية يا اخي العراق هنا اول عبادة كانت ننخرساج ثم عشتار ثم انان ده انتهنا مهد الامومة او الامومية انما ان يصل بك الحال ان تقتل فتالة انها مش عارضة ازياء ولا حلوة انا ما عرفش حلوة ولا واشة حتى ما شوفت شكلها يعني حلوة 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 كل امرأة حلوة كل نساء لا يعني اصدي انه انه يستادف قال الانوثة التي فيها وبعدين في نفس الوقت يقتل بقى التاني عشان الحج العين طبعا تعالى بقى اقول له ان الحر اللي عندي لفظة سوريانية مش هتخلص هيكفرك وحر بمعنى ابيض والقصص اللي انت عارفها بقى دي فنحن لدينا مشكلات واول العلاج هو التشخيص وهذا هو ما نفعله وموقف الانوثة هو او الموقف من الانوثة الموقف القهري ده اولا هو لا يقضي عليها انما يحدث تشوها في طبيعة الانسانية نفسها انا لا اقول بانحلال المرأة ولكن ايضا لا اقول بجبروت الرجل انا اقول بالتناغم الوقام بين قسمي الانسانية على النحو على النحو الذي طرحته في غوية ذل الافعة لمن قرآها منكم مرحبا استاذ يوسف اهلا وسهل دكتور اليوم مثل حضورك هنا اطلالة مصرية على المشهد العراقي كيف وجدت هذا الاحتفال اليوم ربما يندر ان يكتض بيت المدى بالحضور وحتى الارض اليوم ممتلئة بالناس الذين يستمعون لك وحقيقة ينهلون من هذا الفكر كيف وجدت المشهد الثغافي العراقي وكيف وجدت الحضور اليوم والتفاعل معك وجدته مطمئنا ومؤشرا على ان هذا البلد لن يسقط ولن يخرج من التاريخ سوف ينهي مشاكله وسوف يتعقل افراده ويعرفون ان المذهبية صم قاتل وان التعصب شيء مقيت وسينتصرون على الفساد المستشري فيه لانهم ادركوا ان هناك فسادا مستشريا فيه لم يكن يستطيع عراقي قبل عشرين سنة ان يتحدث عن الفساد صح لا من عشرين سنة لم لم لا يمكن ان ينطق مواطن عراقي او يجأر بالشكوى ضد الفساد مثل ما يحدث الان فما يحدث الان هو شيء صحي لانه بدأ يحدد المشكلة وهذا طريق الى حلها والعراق لن يستسلم فيما اظن لمستبد اخر بعد ما جاء قبل خلاص دورك طبعا قلت لك مطمئن لان انا لما اجد الناس طبعا انا اعرف من خلال التفاعل مع العراقيين وهم كث يعني قرائي انما لما اجد ال 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 وازدحام هذا الشارع المخصص للكتب هذا عندي مؤشر على ان العقل لا يزال يعمل قد يعاني طبعا حروب وويلات وايران وامريكا وام المعارك وام الماء طبعا بلاية كبرى بقاء هذه الجماعة حية ومناضلة ومقاومة للفناء هو شهادة لها وإلا شعوب كثيرة اختفت بتحديات اقل من هذا بكثير وانت في تاريخك السابق يعني حسبما بدأت كلامي تعرضت الى عظائم وبلايا اشد مما انت فيه الان واستطعت ان تعبغ منها فلابد ان نؤمن باننا سنعبغ المعظم وستكون افضل وانا اطمئنيت اليوم على ان هذا البلد لن يموت شكرا 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 قبل معت المجال غير عندي ملاحظة للاخ الكريم اللي ابدأ ملاحظة غير صحيح لأسف الشيادين غير صحيح انه اول مرة يصير الجحام في بيت المدى في كثير مرات يكون هناك مثل هذه الزحمة ولكن بالتأكيد اليوم الزحمة مشتدة لأن المناسبة المناسبة نادرة وفريدة والشخصية اول مرة تصل الى هذه المدينة في التأكيد احنا كنا نطمح ان تزح اكثر شكرا كثير من الندوات بعملها بدون مقاهي يعني اكون نزلت ماشي قبلوني ادركتب فنععد فده يكلم ده وتبقى ندوى يعني مش غير مقصود بي المدى كمكان يعني المؤسسة المدى ويقصد يعني الاهتمام الناس واهتمام الناس ده في حد ذاته دليل حيوية ذهنية وإلا يعني يلا مرحبا بيك استاذ يوسف استاذ يوسف مرحبا بيك الله يخليك اه انت خدت الكلام للإجراء استاذنا الكريم استاذ يوسف مرحبا بيك بيها اهلا بيك واجمل ما قرأت عن التصوف وهم وناس المتصوفون متذوقون للإسلام سؤالي الأول وبصفتك انت أحد فرسان مقاتلة التعصب الديني والظلام لماذا لم نرى أي كتب من كتبك تتحدث عن الخوارج وخاصة عن الخوارج 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 انما داعش ما استطعتم من قوة من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم يعني انت خليك قوي علشان قوتك جديد شوف هو سألني وعمالي تكلم معه ما صح وماشي ان انت بتكون قوي بدنيا وقوميا فبالتالي محدش يطمع فيك فالارهاب من حيث هو قدي بقى ضبط الدلالات ده معنى جيد هو ليه ليه الدول بتعمل عروض عسكرية ما هو ده الارهاب يعني هو يرهب شخصا بعيدا دون ما فعل عنيف الاعلام بقى عندنا قال على العيال الصيعة دول المجرمين دول الارهاب 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 وصارت الكلمة بلا اي ضبط دلال ليها فبقى فلان الفلاني والقائد المجموعة الارهابية يا سيدي ده قائد عصابة اجرامية ورفع لك شعار مذهبي معين بالكذب وانت لما تحل الوقاق حتى من غير اللغة وانا قلت لهم كده في اربيل قلت لهم اقعد تفتكروا المسألة ان دي قومية كردية دي قومية عربية ولا ان ده مذهب سنة ولا ده مذهب هو دلوقتي لما طلعوا داعش دول اول من يعني سفكوا دمهم كان من جبهة النصرة اللي هم سوريين ومسلمين وسنة وتوسعوا اول توسع على حسابهم ثم اول قطاع جغرافي ضخم يجتحوا قبل وصولهم للعراق كان ايه؟ منطقة الرقة منطقة الرقة منطقة عربية عشائرية مسلمة سنية وبعد ذلك جاء اليزيديين وجمل الكرد يبقى ايزا المسألة لا علاقة تلاب مذهب ليه علاقة بالإجرام بس سلام عليكم دكتور سلام عبد الله حقيقة الاساتذة الافاضل يعني اسهب في الاسئلة التي كنت قد اود ان اطرحها على حضرتك ولكن جاءتني فكرة من وحي اللحظة ارى حضرتك تشرب السجائر بشراها مفرطة عشان اركز معاهم هل هذه من انطقوس حضرتك اثناء الكتاب وشكرا لا ملهاش علاقة بس هو لانه المبارح في المعرض يعني كان زحام شديد وكده فانا بس عشان التركيز مش عشان حاجة تانية نطفيها اهو نطفيها اهو 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 استاذ يوسف نعم هل تعتبر الصوفية هي رافض او احد روافض التنوير شكرا هي صقف اعلى للانسانية لا يمكن ان يبدع ان يبدع فنان الا اذا تصوف وانا هيبقى بيعمل بيزنس لا يمكن ان يقدم فلسوف فلسفة راقية الا باشتراك النزعة الصوفية فيه وكذلك في الادب في الفكر في يعني دائرة الوجود الانساني قاعها هو الهمجية الموجودة من الازمين الاولى وسقفها القبة العالية لها هي التصوف بيظهر التصوف بحسب الثقافة السائدة في اذا الوقت او زاك فلو ظهر عند مسيحين يبقى اسمه رهبنة ظهر عند هنود يبقى اسمه نسك ظهر عند يهود يبقى اسمه قبالة ظهر عند مسلمين يبقى اسمه التصوف دي تسميات انما هي كلها النزوع العلوي للسقف الانسانية المتحددة نعم سلام وحسول الله وبركاته سيد يوسف مرحبا بك في بلدك الثاني العراق اهلا بيك بلد الشقيق سؤال بس خجلان سؤال بس خجلان سؤال ايه سؤال بس خجلان شوية ليس خجلان مكسوب على قابلة المصريين ماكو فقصة للخجل ما يعني بعض المسلسلات المصرية متابع يعني مسلسل بس اردع شنو التكملة مات يعني ما حكاية شجرة الدر عدكم في مصر شجرة الدر سيئ ماشي مهم نعم ما لها يعني الولاية ما عارش شنو الحكاية يعني عطل 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 نعم نعم موسي 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 أعتقد هي امتداد للثقافة البدوية العربية بدليل قول الشاعر النابغ الدبيان بأن نورد الرايات بيضاً ونصدرهن حمر قدروينا وإذا بلغ الفطام لناصبياً تخر له الجبابر ساجدين عمر بن كلسوم الذي تتهمه أنت أولاً ده كان في المنطقة المتخدرة هنا في جنوب العراق ما كانتش في قلب الجزيرة وبعد نبدأ المعلقة إزاي ألا هبي بصحنك فأصبحينا ولا تنسي خمور الأندرينا ومن قلب الجزيرة هناك من نجد أو منطقة نجد قال زهير بن أبي سلمة معلقته التي فيها وما الحرب إلا ما علمتم وزقتموا وما هو عنها بالحديث المرجم متى تبعثوها تبعثوها زميمة وتضري إذا ضريتموها فتضرمي فتولد لكم أطفال أشأمة كلهم إلى آخر أكلامه في إدانة الحرب إذن العنف ليس بالضرورة مرتبط بالسحراء بقدر ارتباطه بالتخلف الحضاري ومن شأه من مليون وخمسمائة ألف سنة قضاها الإنسان كالحيوانات فترسخت فيه في وجدانه العميق في اللاشعور في الجينوم الذي تقول به أختنا الفاضلة ميل للفتك والقنص والعنف فقامت الحضارة بتنظيم هذه المسألة وضبطها لتكون لها مسارات محددة في حالة الإنهماك العشقي مثلا في الحروب النظامية بين الدول ثم العودة للسلام بعد تفريغ هذه الشحنة الهمجية الكامنة في نفس كل إنسان في المقابل من هذا أو على النقيد من هذا هناك السقف الأعلى للإنسانية حيث الفن والفكر والتصوف والإبداع فكلما اقترب من السقف الأعلى وكنت أكثر تحضراً كان ذلك أجمل وأبهى وكلما زاد الجهل وانتشرت التخلف رسخ الناس إلى القاع الأدنى وظهرت هذه النزاعات التي تظنها صحراوية لكن الصحراء أعطتنا أيضاً العذريين مثلاً هم بني عذر دول كانوا بين الرافدين لا ما كانوا هناك فبالتالي هي مرتبطة بالتكوين الإنساني أكثر ما هي مرتبطة بالواقع الجهرافي السلام عليكم دكتورة وسلم أهلا بك في العراق نورة بغداد لدي سؤال أنا دكتورة هديل البراك وحالياً أنا طالبة وفضلك ثاني عربي فأريد تنصحني كطالبة عربي أو كطلاب عربي لأن بأتقادي أن اللغة هي الهوية إذا ضاعت اللغة ضاعت الهوية فما هي إرشاداتك إنك طلبة عربي كيف بنا أن ننهض بالعربية الاهتمام بالشعر والقرآن وطبعاً متفق معاشي تماماً في في مسألة إن اللغة هي الهوية يعني الهوية هي الثقافة والثقافة هي كل مركب حسب تعريف تايلور المشهور هي كل مركب من حياة جماعة بكل ما يشتمل عليه هذا الكل المركب من لغة واعتقادات وعادات وتقاليد إلى آخره فاللغة هي التي تكشف ما هو مخبوء في الزهن نعم وهي التي ترسم العالم في مفردات معينة وبالتالي يعني وكما قال الشاعر أهو جات فرصة الشاعر من أنا؟ هذا سؤال الآخرين ولا جواب له أنا لغتي أنا لغتي معلقة معلقتان عشر هذه لغتي أنا ما قلت للكلمات كوني ملتقى جسدي مع الأبدية البيضاء كوني كي أكون كما أقول شكرا دكتور دكتور بس سؤال مو كل إنسان يقدر أنه يتبحر بالقرآن أو يحفظ قرآن ولا شعر النصيحة العامة للنهوض باللغة على المستوى الوطني على المستوى العربي يعني كيف ننهض باللغة اللغة في اندفار الآن معاهد لتعليم اللغة الإيرانية والتركية حسب الجهة اللي رح يهاجر الفرد العراقي أو العربي لا لا أنت كده بتسألين عن مناهج تدريس اللغة العربية تطوير لا أهى يا سيدتي نعم في فرق بين الاهتمام باللغة نعم ده لابد له من الشعرية القصائد الأدب تشجيع الأطفال على القراءة صحيح وهناك مناهج تدريس اللغة هذه مسألة أخرى لها نظريات وفيها رؤى مختلفة ولا أظن أن سوريا والعراق بالذات يعني تعاني من ذلك يمكن المغرب إنما يعني ده أنا بسأل كل الأطفال الصغيرين يا بنت اسمك ايه تقول لي وعد طيب دعد حتى الأسماء هنا جميلة وعربية جدا إنما روحي بقى مصر اسمك ايه يا بنت شاهناز تركي وهي مش عارفة إنها تركي لا ده زنب ده أسماء أمهات إنما الصغيرين تقول لك ايه شاهزندا ولا حصل التركي ولا فلسي بس عجبهم الإقاع الفناتك يعني بريهان يعني ايه بريهان وهكذا الناس هذا يعني اسماء مختلفة أو رنانة أو موسيقية بس من حيث لا يدروا ابتعدوا عن العربية إننا أنتوا هنا لسه محافظين على ده فبالتالي ما تقلقش على العربية شكرا شكرا لك دكتور بلدك الثاني العراق رحب بيك سؤالي السؤال الأول أنا ناشطة المدني حيدر عبد الرحمن السؤال الأول قتل الحلاج من أجل قضية سياسية أم قضية دينية بعد ما أثبت القاضي أبو حامد إنه على الدين والسنة السؤال الثاني لا لاحظة بس نعم قتل الحلاج لا لا لاحظة لا أولا هو ما فيش هو الوزير ابن حامد القضاء كانوا ثلاثة ناس ثانية وبعدين الحلاج والشبل الاتنين كانوا بيقول نفس الكلام إنما الحلاج كان عنده شعبية كبيرة فخشية من شعبيته والشبل من أقواله المأثورة كنت أنا والحلاج شيء واحد فأهلكه وعقله وخلصني جنوني لأن أول ما جم يقبض عليه عمل فيها مجنون ودي كانت حيلة موجودة في الوقت عملها ابن الهيثم الحسن ابن الهيثم عملها مرتين مرة في البصرة هنا ومرة لما جي مصر عشان يخلص من المسألة فيدعي الجنون والشبل مات سنة 320 هجرية بعد 11 سنة من مقتل الحلاج الذي يدلك على أنه قتل سياسي هذا الإمعان الشديد يعني الناس تقول لي في الغسائل لما تروح بغداد زور قبر الحلاج يعني إيه قبر الحلاج إذا كان الراجل صلب وقطع وأحرق وذر رماده في نهر دجلة يعني فين مقامه ازاي يعني لا هم مقام عنه في قتله ليكون عبرة مستعملين نفس الحجة اللي بتستعمل بردو دلوقتي إنه داعي من دعاة الشيعة الإسماعيلية شكرا لك أستاذ السؤال الثاني شخصية عزازيل هي هي شخصية واقعية أم افتراضية والشخص كذلك في الرواية افتراضية طبعا خيالية ما شاء الله قهوري تفضل الله يخليه شكرا لكم شكرا لكم لا ما فيش لا ما فيش ما انت سألتني سؤال مباشر فبديك إجابة مباشرة ما فيش في قانون سادق سنة 82 قانون اصدقاء الأديان مبروك استاذ يوسف استاذ يوسف موجود 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 استاذ يوسف الراحب بيك طبعا نعم أهلا بيك بس عدي سؤال ما هو سبب استجابة المجتمعات للجماعات المتطرفة مثل دوارش والإخوان الجاه لو ادراكم ان هما فقدوا الدنيا فنوع من التعويض والعزاء انه سألحق بالآخرة الاستبداد السياسي التكييفات بطلت تشتغل ولا السلام عليكم لا ما تشغلوا التكييف طبعا سلام عليكم نورة بغداد باشا سؤالي هو يعني هو يعني تساؤل أكثر ما هو سؤال حضرتك نزلت كتابين باسم شجون وعلمتنا معنى كلمة معنى كلمة شجون هل ممكن أنه نشوف في يومنا لأيام بعد الطرح هذا مالتك يعني كله إنه شجون دينية أو الكتاب إنه شجون دينية أو شجون إسلامية تشرح لنا بطريقة تاريخية يعني بطرح تاريخي بحث إنه يعني المذاهب وشون تكونت وشون التشابه اللي صار بيناتهم بعيدا عن التعصب بشكرا المجموعة كتب الشجون هم أربع كتب هم خمسة نشر منهم أربعة شجون مصرية وشجون عربية وشجون تراثية وشجون فكرية وفيه شجون مستقبلية لم يطبع بعد وليها مصار معين كده وفقا لدلالة كلمة شجون أما ما تقصده حضرتك ده موجود في كتاب دوامات التدين موجود في كتاب متاهات الوهم وفيه يعني كتير من فصول كتب الشجون عموما يعني يعني ليس شرطا أن أكتب كتابا مستقلا في المذهبيات إنما هتلاقي مثلا نصف لا يعني أمكين سبعين في المية من دوامات التدين عن المذاهب وإزاي بتؤدي إلى ويلات بالاستمسك بالمنطق والتفكير العقلاني المنضبط